تتواصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات وندوات الفنية والثقافية فيما له صلة سلمت وزيرة ثقافة إناس عبدالدايم جوائز الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المعرض وإيمانه بأهمية الثقافة والفن في تعمق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن وخلال تسليمها الجوائز أكدت عبدالدايم أن المعرض يجسد الحراكة التنويرية ويعكس الرغبة الجادة في تلقي المعرفة ووجهت التهنئة للفائزين بجوائز هذه الدورة التي عبرت عن توهج الثقافة المصرية بما يؤصل لأهمية وقيمة القوى الناعمة في تشكيل الوعي المصري للإسبوع الثاني على التوالي يستقبل معرض الكتاب في نسخته الثالثة والخمسين الزوار ليشهد زخما فكريا كبيرا يجمع بين القراءة والندوات التثقيفية والندوات التي تشمل جميع مناحي الثقافة والفنون المعرض جميل حلوة الأنشطة اللي في كلها متنوعة سواء أطفال سواء كبار سواء الأدب نفسه أو الثقافات اللي موجودة متنوعة وطبعا ضيف الشرف السنادي ديونان معنا فجناحهم حتى مميزين تنظيم فوق الرائع والمعرض فوق الرائع والمعرض قوي يعني المعرض من المعرض في الوطن العربي قوية جدا وما ينفعش تتفوت يعني فرصة لكل ناشر والكل مكتبة عربية المعرض الكاهرة بيفيدني كثير يعني بيزودني بحاجات كثير بقى بشوف ناس جديدة بتعرف على كتب جديدة بتنزل وبشوف أسليب جديدة في الكتابة ويتميز المعرض هذه الدورة بمبادرات فريدة مثل ثقافتك كتابك التي لاقت رواجا وسط الحضور حيث تصدرت المبيعات بخمسة وستين ألف نسخة المختلف اللي هو بسم الله ما شاء الله بنحس اللي فيه عنوان بتزيد أصلا ودور الناشر بسم الله ما شاء الله كل سنة فيه جديد وبصراحة يعني باهرين الناس كلها بالأسعار الأسعار جميلة جدا وحاجة فوق الوصف بصراحة وحاجة مش شريفة والله فعلا يعني لا أنا والله جيت هنا كذا مرة من زمان بتاع أربع خمس سنين وراي فيه حلوك وكواس جدا فيه معلومات كتير جدا ممكن نكسبها أنا جيت هنا من زمان جيت مرتين تلاتة ودي ممكن رابع مرة وإن التنظيم حلو وإن هم عاملين روكنر كل حاجة معينة فرحانا فيه حاجة زي كده عشان تشجعنا كلنا نحن نقرأ ونفقف نفسنا وبذات إن ما شاء الله فيه شباب كتير ده معنا إن كلنا بدأنا ندول الكتب ونتبدلها مع بعض وممكن طبعا نيجي احنا واسحبنا ونبدل الكتب لما يتخلصوا وانا خلصها في حاجة كويسة يعني لا وبصحة جميل جدا وفيه فعلا كتب قيومة جدا نجيبتها استفدت منها كتير يعني وتأتي هذه النسخة من معرض الكتاب ببصمة تكنولوجية متطورة حيث وصل عدد زوار المنصة الرقمية لأكثر من ثمانين مليون زائر لما توفره من جولات افتراضية وحجز إلكتروني للتذاكر بالإضافة لعدد غير قليل من القراءات للكتب الرقمية